الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال التمويل والإحصاء ما يسمى بمؤشر كابا كابا اندكس أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ مؤشر كابا أو كابا اندكس في بعض الأحيان يسمى حتى يكون واضحين فقط كابا الحرف الغريقي كابا كي أو مرة يسمى كابا كوهن اللي هو يعني العالم الاقتصادي أو الإحصائي اليهودي الذي يطور هذا المقياس فيستخدم هذا المقياس في علم الإحصاء أولا علم الإحصاء statistics خاصة في الإحصائيات الاقتصادية في اختبار التوافق بين آراء الاقتصادين لو استطلعنا رأي مثلا خمسين اقتصادي وقلنا لهم ما رأيكم بالوضع الاقتصادي فكلهم يعطي كل واحد طبعا يعطي رأيه حول الوضع وربما أنه يعني نريد أن نستكشف مدى التوافق بين آراء هؤلاء الأشخاص لكن معظم الأحيان يستخدم لمعرفة التوافق بين رأيين بين شخصين يعني أو ريترزم نسميهم يعني اللي بقيم وتقييم ويستخدم كذلك في علم التمويل لكن بسياق آخر يعني كلمة كابا أو حرب كابا يستخدم في الإحصاء كما ذكرت رقم واحد رقم اثنين بعلم التمويل هو مؤشر حصائي الآن يحمل معنايا المعنى الأول هو نسبة يعني هنا فقط سطر واحد سطر واحد اللي أذكره هنا عن استخدام المؤشر كابا لكن في سياق مختلف بعلم التمويل وهو نسبة التغير نسبة التغير في سعر أداء التمويل نحكي عن سند أو أي شيء خاصة إذا كانت من نوع خيار الأوبشن هذه النسبة بتكون إلى تذبدب نسبة التغير إلى تذبدب سعر الخيار متوقع بمقدار واحد بالمية يعني إذا تغير الآن سعر الخيار بمقدار واحد بالمية فإن كابا تعطي بالضبط يعني مؤشر عن نسبة التغير في سعر هذه الأداء هذا باختصار شريف أما الاستخدام الأكبر والأعظم لمؤشر كابا وهو في سياق آخر وهو الاستخدام الإحصائي وبخاصة في الإحصائية الإحصائية التي سأذكره بعد قريبا بإذن الله الآن الاستخدام الثاني كما ذكرت هو مؤشر إحصائي يستخدم في تقييم قوة الموافقة بين رأيين متشابهين في بعض الأحيان ومختلفين في أحيان أخرى إذن أذكر ثاني مرة وعيد قراءتها بأن كابا هو مؤشر إحصائي مؤشر إحصائي يستخدم في تقييم قوة الموافقة بين رأيين متشابهين في بعض الأحيان ومختلفين في أحيان أخرى دعونا نأخذ مثال بسيط على ذلك مثال نفترض بأن لجنة مكونة من عضوين من أعضاء قسم الاقتصاد في جامعة ما كأن نقول جامعة اليارموك أو جامعة الجزائر أو الجامعة الأردنية أو جامعة الملك عبدالعزيز وهكذا جامعة القاهرة في قسم الاقتصاد هذين العلوان المكلفان بالنظر في قبول مجموعة محددة من المتقدمين طلبة مجموعة طبعا محددة من الطلبة من المتقدمين لبرنامج الدراسة في تخص الاقتصاد وكانت الحالات كما يأتي أولا بلغ عدد الطلب المتقدمين للبرنامج خمسين طالبا اللي نحطها بتميز هنا من لون الأحمر الذين تقدموا لبرنامج الدراسات العلية خمسين طالبا ثانيا هذه حالية اتفق العدوان يعني عندما جلسها ليقيمات طلبة اتفق العدوان على أن 20 طالبا منهم يستحقون القبول في البرنامج برنامج الدراسات العلية ثالثا اتفق العدوان على أن 15 طالبا منهم لا يستحقون اللي نأميزها باللون الأزرق حتى تكون وارحة الآن لا يستحقون إذن هنا عندي اتفق العدوان بداية على أن 20 طالبا منهم يستحقون القبول في البرنامج في حين أنهم اتفقوا على أن 15 طالبا منهم لا يستحقون البرنامج هذه الحالة الثانية ثلاثة الحالة طبعا يعني بمعنى آخر النقطة الرابعة هنا لكن تحدث عن التقييم كان التقييم الفردي الآن كل واحدها لكل عضو كما يأتي العضو الأولى قال بأن 25 طالبا من المجموع يستحقون لاحظوا لي هنا اتفاق بين الاثنين وهنا اتفاق بين الاثنين هنا اتفقا في الحال الذي اتفق العدوان هنا على أن 20 طالبا منهم يستحقون القبول واتفق العدوان على أن 15 طالبا منهم لا يستحقون القبول فهلأ لا أنتق كل واحد لوحده على حدة كانت تقييم الفردي لكل عضو كما يأتي إذن نعيدها العضو الأول قال بأن 25 طالبا من المجموع يستحقون القبول في البرنامج وأن 25 طالبا لا يستحقون لا يستحقون القبول أما العضو الثاني فقال بأن 30 طالبا لوحده اللهم من المجموع الكل يستحقون القبول وأن 20 طالبا لا يستحقون القبول لاحظوا الآن الفرق بين هنا توافق الاثنان على القبول وهنا توافق الاثنان على الرخض لكن التقييم الفردي كل واحد منهم العضو الأول قال بأن 25 منهم مؤهلون لأن يكونوا طالبا دراسات عليا وأن 25 منهم غير مؤهلين أما العضو الثاني فقال بأن 30 طالبا منهم مؤهلون لأن يكونوا طالبا دراسات عليا في حين أن 20 طالبا لا يستحقون القبول بناء على ذلك يحسم مؤشر كافة كمياتي أرجو التركيز على ما سأقوله بكل خطوة لوحدها أرجوكم لكن خلينا أمحل هذا الخربشات هاي حتى تكون الكلام مواضح إن شاء الله أوكي الآن الخطوة الأولى حساب نسبة الاتفاق بين العضوين على القبول والعرفة معا ويرمز لها بالرمز الآن هذه P صب نوت كما يأتي الآن كما ذكرت قبل قليل إنه الأول اتفق الاثنان أو العضوان على إنه عشرين بأن عشرين طالبا مؤهلون للقبول في البرنامج وأن خمسة عشر طالبا غير مؤهلين على المجموع معا ذلك نسبة الاتفاق هذه الآن نسبة التوافق بين العضوين سبعين بالمية توافقوا بالنسبة سبعين بالمية على من يكون طبعا رأيهم الآن مشترك كما ذكرت على إنه سبعين بالمية من الطابة التي تقدموا منهم عشرين قد يقبلوا وخمسة عشر غير مقبولين من مجموع الخمسين إذن توافق على القبول وعدم القبول سبعين بالمية الآن الخطوة الثانية الاحتمال العشوائي بأن يوافق العضو الأول على القبول هو نذكروا احنا قلنا خمسة عشرين قلنا أمحى هذا الكلام أميز ما أقوله باللون الأحمر الآن هو قال لوحده الآن الرأي العضو الأول لوحده قال بأن خمسة عشرين من الخمسين طبعا يستحق الموافق وبالتالي هنا رأي الشخص بقول خمسين بالمية أما الاحتمال العشوائي بأن يوافق العضو الثاني على القبول فكان ثلاثين من خمسين وبالتالي ستين بالمية ما يعني بأن مجموع الاحتمال العشوائي أن يوافق العضوان على القبول هو طبعا هنا حالة الضرب لأنه هاي ما يسميها احنا واي إنه يس قبول فتضرب يضرب الاحتمال الأول هذا الاحتمال في الاحتمال الثاني هذا فبعطيني الثلاثين بالمية اللي هو نصف ضرب ستة من عشرة يساوي الثلاثين بالمية أن كل عضو لحاله أن يعني يقيم حالة الطلبة من حيث القبول أو عدم القبول إذن هذا تي بي صب واي يكون ثلاثين بالمية لكل عضو لوحده على حدة الخطوة الثالثة الآن الاحتمال العشوائي بأن لا يوافق العضو الأول على القبول كان 25 من 50 وساوة 50 بالمية فبقي كما هو أما الاحتمال العشوائي بأن لا يوافق العضو الثاني على القبول فكان 20 من 50 وساوة 40 بالمية ما يعني بأن مجموع الاحتمال العشوائي اللا يوافق العضوان على القبول هو تي بي صب أن لهي نو رفض خمسين بالمئة ضرب أربين مئة وساوى عشرين بالمئة وانا الآن عشرين بالمئة انه كل تقييم لنفسي لوحده أو لعحده لكل عرضه والآن الخضوة الرابعة حساب مجموعة احتمالين متوقعين اللي هو خمسين قبل قليلة كان منه ثلاثين بالمئة وهنا عشرين بالمئة وبالتالي مجموعة البيل اكسباكتد هاي هي بسمي القيمة المتوقعة المتوقعة هي خمسين بالمئة حسب الآراء الترجية آخر خطوة خطوة خمسة حساب مؤشر كابة كما يأتي الآن مؤشر كابة هو عبارة عن هذه القيمة اللي هو التوافق الأولان اللي استذكرناها سبعين بالمئة مجموعة التوافقين كان خمسين بالمئة على واحد مطروح منه الاكسباكتد فاليو اللي هو التوافق المشترك هنا وبالتالي بتساوي بالحالة هاي فاصلة سبعة اللي هي سبعين بالمئة ناقص خمسين بالمئة على واحد ناقص خمسين بالمئة ويساوي بالقيمة قبل النهاية عشرين بالمئة على خمسين بالمئة وساوي أربعين بالمئة هذه الآن فاصلة أربعة بالعشرة وأربعين بالمئة هي قيمة كابا ماذا تعني دعني الآن أضع الجدول التالي وأعطيكم الجواب وننتهي من هذا المقطع الآن قيمة كابا جاء في العمود الأول مستوى التوافق العمود الثاني والعمود الأخير نسبة البيانات الموثوقة لـ إذا الآن كانت قيمة كابا بين 0 إلى 20% لا اتفاق ليس هناك اتفاق بين المقيمين بين the two raters ونسبة البيانات الموثوقة من 0 إلى 4% فقط لا غير الآن إذا كانت قيمة كابا بين 21% إلى 29% هذا اتفاق أقل ما يمكن المنمم لحد الأبنى من الاتفاق بتكون نسبة البيانات الموثوقة من 4 إلى 15% الحالة الثالثة إذا كانت قيمة كابا بين 40 إلى 59% بيكون مستوى التوافق ضعيف لاحظونا هنا لا اتفاق هنا أقل ما يمكن هنا ضعيف ونسبة البيانات الموثوقة بين 15% إلى 35% الآن قبل الأخيرة أظنني أو بعدينا هناك واحدة ثانية إذا كانت قيمة كابا بين 60% إلى 79% بيكون وسط أو معتدل وهنا بتكون نسبة البيانات الموثوقة بين بين 15% إلى 63% قبل الأخيرة إذا كانت قيمة كابا بين 80% إلى 90% بيكون التوافق قوي جدا أو قوي ونسبة البيانات الموثوقة بين 64% و 81% وهذه الأخيرة إذا كانت قيمة كابا أكثر أكثر من أو خلنحط بالأحمر أكثر من 90% هنا توافق تام جدا بين العضوين ونسبة البيانات الموثوقة بتكون بين 82% إلى 100% ما يعني الآن هذه القيمة هنا في غلطة طباعية بالنسبة لي هنا توافق لاحظو لي حسب هذه القيمة التوافق ضعيف أنا في غلطة هنا ليس معتدلا وهو ضعيف ضعيف التوافق بين العضوي هي التدريس كان ضعيفا أعتذر عن القلم وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائدة العظمى لكم جميعا أحبت الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقائنا آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر